بين فوضى السلاح السائب والمال السياسي ونفوذ اصحابه تتجدد المخاوف منتكرار السيناريوهات سرقة الانتخابات مشاهد اعتاد عليها العراقيون في الانتخابات السابقة باتت تشكل هواجس من عمليات تزوير محتملة قد تواجه عمليات الاقتراع لكن مختلف حديثا تقود الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي حملة لانجاح عملية الاقتراع التي ولدت من رحم انتفاضة تشرين وذلك عبر تحركات لكبح نفوذ الفصائل المسلحة من خلال عملية دهم لمقر كتائب حزب الله الفصيل المسلح الاكثر نفوذا في العراق والمدعوم ايرانيا اواخر حزيران الماضي تحرك جريء لاستعادة هيبة الدولة من هيمنة الفصائل عزز موقف حكومة الكاظمي التي وعدت الشعب بانهاء نفوذ وفوضى السلاح لاسترجاع سيادة العراق من منطلق لا لسياسة المحاور وليس ببعيدا عن فوضى السلاح تواجه الانتخابات المقبلة تحديا وخطرا يوازي قوة السلاح الا وهو المال السياسي الذي وفرته الاحزاب ليومها الموعود يضيف الكاظمي الى رصيده في محاربة الفساد المتغلغل قدرته على مكافحة المال السياسي عبر ملاحقة كبار الرؤوس الفاسدة التي اشترت الانتخابات السابقة باموالها بعد عزوف العراقيين عن المشاركة وهو ايضا ما وعد به رئيس الحكومة في اكثر من مناسبة وتقول مصادر سياسية مقربة من مصدر القرار الحكومي في بغداد ان تحديد موعد الانتخابات منذ الان يأتي لقطع الطريق امام اية محاولات للتلاعب بالوعود التي قطعها الكاظمي للعراقيين في اجراء انتخابات حرة ونزيهة باشراف اممي اذ تسعى بعض القوى السياسية غير الراغبة في اجراء انتخابات مبكرة الى عرقلة خطوات رئيس الحكومة الاصلاحية بهدف اسقاطه بعد ان نال دعما شعبيا وسياسيا هائلا وتقابل هذه المشكلات والتحديات دعوات شعبية لتحجيم نفوذ الفصائل المسلحة قبيل الموعد المحدد للانتخابات في حزيران المقبل وهنا يبقى السؤال المطروح مفتوحا لحين اقتراب موعد الانتخابات بين قدرة الدولة وقوة السلاح والمال من المنتصر والايام دول